يوسف طبعاً أنا فخورة بيه وبزميله وبالخريجين كلهم وسعيدة طبعاً بيهم كلهم وربنا يا رب يبارك فيهم ويحميهم يا رب آه طبعاً بقولهم إن شاء الله يحموا بلدهم ويدفعوا عنهم ويكون حمال الوطن إن شاء الله بإذن الله والله شعوري لا يوصف يعني شعور فخرة وسعيدة وأن سيد الرئيس يكون بيكرموا ودي حاجة كبيرة جداً عندنا والحمد لله هو ست سنين تعب والحمد لله حصد النهاردة تعب وتولي ست سنين أقول لهم كل خطوة تخطوها حطوا كده مصر قدام عنيكو كده إن شاء الله في البداية أحب أعين طبعاً حضراتكو بانتصارات أكتوبر وده شهر مبارك طبعاً علينا كلنا من نسبة المريمية طبعاً ده كان عندها نوع من الإصرار والحماس خاصة بعد ما خلصت الكلية الصيدلة وأصارت إنها تلطحك بالكلية الحربية أنا حاولت أوضح لها قد إيه مدى الحياة العسكرية بتبقى ممكن تكون شكة وخاصة إنها بنت لكن إصرارها وحماسها ده شجعني إن أنا أدعمها وأخليها تخوض التجربة بنفسها والحمد لله كانت خير تجربة لها والحمد لله شرفتنا واتجرنت من الأوائل في التخرج النهاردة إن شاء الله صراحة أنا النهاردة أسعد يوم في حياتي هي شرف لي وكملت مشوار كبير كانت بتحلم به وحققت هدف وحلم كانت بتسعى للوصول إليه فأنا فعلاً فخورة بيها ويعني النهاردة أحلى يوم في حياتي إن أنا أشوف بنتي من المتفوقين الزباط اللي بيخدموا البلد ويسعوا لخدمة مصر الحبيبة فطبعاً أنا في منتهى السعادة والفخر بيها وبكل زملائها طبعاً حضرناك دي مسؤولية جبيرة جداً وفخر طبعاً لي ولي وأسرتنا كلنا وطبعاً حاجة شعور مش عارفة بصراحة طبعاً مسؤولية جمدة جداً طبعاً مسؤولية كبيرة إن هو بمكانه ده بمسؤولية إن هو يحمل مصر كلها ويحمل بلد ويحمل دولة ويحمل الشعب يعني هم على كتافهم صراحة يعني الدولة دي كلها كان الدولة كلها وربنا يقويهم يا رب على اللي هم في يعني طبعاً فرحانة جداً وربنا يا رب يبارك فيه وزميله يقويهم إن شاء الله ويبقوا دايماً أحسن هم طبعاً عليهم كل الأمانة كل المسؤولية يعني البلد كلها أمانة في رقبتهم ربنا يقويهم إن شاء الله ووفقهم اللهم لك الحمد والشكر يا رب وأتمنى عيش لعيات ما شوف أخوه اللي في تاني عدادي يكون زيه إن شاء الله أنا الحمد لله من خلال حواري مع ابني دخلت جوا عقله فيه بيحب حتى لما دخل حربية بيحب التخصص بحرية بيحب التخصص بتاعه بقوله خد بالك من بلدك خد بالك من إخواتك خد بالك من وطنك خليك على علاقك ويسا مع ربنا وأطيب مطعبك سعيدة جداً وربنا يفرحه ويبارد فيه وعود تعب السنين اللي فاتت بكلله بنجاح وربنا يتمم له على خير ويوفقه ويجعل حياته كلها جميلة إن شاء الله والله شعوري كل فرح وفخر واعتزاز بتقريره النهاردة ورسالتي له أنه هو يواصل للتفوق ويواصل للمذاكرة عشان يبقى في مركز متقدم إن شاء الله هو كان عنده القر أنه يخذ الخطوة دي وأصرع له وربنا ووفقه إن شاء الله في داخل القوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر